شيخ سلطان اليوم يعني الآفة خطيرة يعني تشتك منها جميع دول العالم منتشرة في كثير من دول العالم بعض الدول تستهدف أصلا بهذه الآفة حتى يعني تفقد أهم ثروة من ثرواته هي ثروة شبابها وختياتها وظن قريبا فيه يوم عالمي له اليوم العالمي للتوعية بالمخدرات وضرارها الإدمان والمخدرات هذا العالم المجهول ومجاسب اللي أنت يعني دخلته معارج وعندك مركز علاجي الآن للإدمان لو تكلم عن الإدمان في بداية أولا نحمد الله صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم السبت القادم يوم 26 هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إحنا جزء من العالم نتأثر بما يتأثر به العالم دولتنا ولله الحمد وهذه تحية إجلال وأكبار لحكومتنا الرشيدة لأبطالنا البواس الحقيقة اللي هم حرص الحدود رجال مكافحة المخدرات رجال الجمال يصدون عن هذا الوطن بلاء كبير ودولتنا قاطعت بعض الدول بسبب بس تهريب مخدر فهي حريصة على شبابنا لأنهم عماد الأمة ونماء الإنسان هذا شيء عندنا حتى في رؤيتنا في 2030 لا بد أن ننمي هذا الإنسان فالمخدرات تهدم الدول والشعوب والمجتمعات وأثرت تأثير كبير على كثير من الدول دولتنا ولله الحمد غنية ونسبة الشباب فيها أكثر يعني من 70% هم نشع شباب فلذلك هي من الدول المستهدفة عند مروجي المخدرات والدول مصدرة للمخدرات لذلك هذه البرامج والتوعية والمراكز والكلام أنا لي 27 سنة فيها المجال ونصيح يا شباب المخدرات المخدرات ليش لأن فعلا هي آفة عمت وطمت ودخلت إلى المجتمعات بل إن شبابنا اليوم للأسف يسيئون استخدام بعض الأدوية مو بس مخدروا بس راحوا يشترون أدوية يخلطونها مع بعضها ولا يدرونش أضرارها فبرامج الوقاية برامج التوعية برامج العلاجية دائما نشتغل على شقين الوقاية قبل الوقوع والعلاج بعد الوقوع فهو عالم غريب عالم موحش مرض ولله الحمد بذينا نقتنع أنه مرض وأن المدمن هذا مريض يحتاج إلى علاج يحتاج إلى مصحات إلى مراكز تأهيل وهذا ولا الحمد ما تتبناه دولتنا ولا الحمد لما منظم الصحة العالمية قالت بأن المدمن مريض وليس بمجرم أقره وزراء الداخلية العرب في 1407 في اجتماع تونس ومن ثم قام الأمير نايف رحمه الله بفتح ثلاث مستشفيات في المملكة هذا العام كم تقريباً؟ 1407 قبل 30 سنة أو أكثر تقريباً فبدأنا تتغير النظرة تخيل أن كان المدمن إذا طلب المساعدة والعلاج يحكم ويجلد على التكرار اليوم لا إحنا نراه بعين المريض كنت مع الشيخ عبلان تكلم مع الأمير نايف الله رحمه الله وعطاه ورقة في تخفيف الأحكام وهو كان رئيس محكمة فصار المروج أو المدمن أو المريض يجي عنده ينظر له بأحكام يعني لما وزارة العدل تتفاعل في أن تصدر أحكام مخففة لمدمن المخدرات هذه نظرة إنسانية فيها رحمة لهذا الإنسان أنه مريض واستصلاح له واستصلاح له ولله الحمد بدأت تتفاعل الآن مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً الوزارات الدولة مثل وزارة الصحة وقبل وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات حتى العدل في الوقوف مع المدمن ومساعدته الذي يأتي من تلقاء نفسها وتأتي به الأسرة من الدرجة الأولى لا يجرم ولا يحاكم ولا يعاقب على الكمية اللي معه إذن